أجواء قبل إن شاء الله ما اللعبة تروح ملعب المباراة فضل فاروق برحب بك كابتننا الكبير كابتن أيمان شاوي وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادل أهلي في كل مكان موعد جديد يتجدد مع أجواء الدوري المصري وبعدما انتهى النادل أهلي من التتويج بالأميرة اللاسمراء للمرة الحديدة عشر في تاريخ النادل أهلي كملك متوج على عرش القرى اللاسمراء بيعود النادل أهلي مجددا إلى أجواء الدوري المصري ومواجهة فريق حرص الحدود دمن مؤجلات الجولة السادسة عشر للدوري المصري الممتاز مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا والنادل أهلي خلاص بيستعيد مرة أخرى الأجواء المحلية ومهمة استعادة درع الدوري الغاب عن النادل أهلي في المسلمين الماضيين بيزيد من صعوبة هذه المواجهة أكد لك على أمر مهم جدا أن صعوبة هذه المواجهة خاصة تعرف كابتنا أيمن طبعا واحد من كباتنا الكبار تعرف دايما المباراة اللي بتبقى بعد التتويج ببطولة واحتفال ببطولة هل بيمتد طبعا تأثير الاحتفال بالبطولة على هذه المباراة لكن ده النقطة المهمة جدا اللي مستر مارسل كولر كان في حديثه مع اللعابين وإستعداده لهذه المباراة المحاضرات الفنية أنه أتكلم مع اللعابين على ضرورة نسيان البطولة الأفريقية وضرورة الفصل التام بين الأجواء الأفريقية خلاص قفلنا ملف البطولة الأفريقية وبنبدأ نستعيد البطولة المحلية وبالتالي هذا الأمر يخلى مستر مارسل كولر على الرغم من 14 لعب أو 15 لعب من فريق النادي أهلي ما كانوش مع الفريق في بداية عودته للتدريبات بعد الراحل اللي كان منحها مستر مارسل كولر للعبين بعد التتويج بالبطولة الأفريقية نظرا طبعا لوجود 9 لعبين من فريق النادي الأهلي من القوام الأساسي مع منتخب المصري وأيضا وجود علي معلول وكريستو مع منتخب تونس أحمد القندوسي مع منتخب الجزائر بيرستاو مع منتخب جنوب أفريقيا وقاليو ديانج مع المنتخب المالي لأمور اللي يعني يحدد شوية من أن مستر مارسل كولر يشتغل شغل تاكتك شوية في التدريبات الاستعدادة لذي المباراة لكن الجلسات اللي عقادها مع اللعبين والتحضير النفسي اللي يعني يتكلم فيه مع اللعبين على ضرورة التركيز فيها زي المباراة وضرورة إحراض الثلاث نقاط فيها زي المواجه مواجهات اللي جاء للنادي هي مواجهات صعبة جدا بالطالب اللعيبة بكل مباراة منفصلة تماما عن المباراة اللي قبلها أو المباراة اللي بعدها مهم جدا التركيز دي الأمور اللي مستر مارسل كولر اتكلم فيها مع اللعبين كاليين نهاردة حديث مع مستر مارسل كولر لدقائك بباركله طبعا ومباركله على البطولة الأفريقية ويعني كنت بنتكلم مستر مارسل كولر اتكلم بعد مباراة كأس مصر وفوز الأهلي على بيرامدس تلك يعني ان شاء الله متاظرين منك البطولة الأفريقية والتتويج بالبطولة الأفريقية قال لي أنا عارف قدر وطمحات النادي للنادي الآلي افتقر زي الجملة وقال لي جملة مهمة جدا النهاردة قال لي أنا عارف طمحات جماهير للنادي الآلي في وسط ما انت بتحتفل به البطولة الأفريقية بالطالبني بالدوري ولكن قال لي لقطة مهمة جدا كابتن آيمان قال لي الجماهير أنا عارف الجماهير بالطالبني دلوقتي ان أنا حقق كاس العالم للأندية قال الأحلام والأمنيات في الكرة مهمة جدا ولكن محتاجين شغل في أرض الملعب محتاجين حاجات كتير جدا ان احنا نشتغل عليها عشان نحقق طمحات الجماهير للنادي الآلي وقال لي على لقطة مهمة جدا قال لي الشغف والطمحات اللي عنده جمهور للنادي الآلي بيساعدني كتير جدا اننا الحماس ده اللعبين وتركيز اللعبين فكر اللعبة دايماً بيه الجمهور وقال لهم اللعبوا عشان الجمهور اللعبوا عشان أبنائكم تقد دي من النقاط المهمة جداً ومهم جداً يا كابتن أيمن يكون عندك المدير الفني اللي عارف قدر وطموحات وتطلعات جماهير النادي الآلي طبعاً عايز أكدلك على الحالة الجايزية على العب النادي الآلي والحالة الفنية للعبين بستر مارس الكولر مش هيغير كتير يعني ممكن التغيير ببقى في أضيق الحدود هيلعب به التشكيل الأساس اللي خاب به المباراة في الفترة الأخيرة بيوصل أيضاً للعبين أن الأمور لم تحسن بعد الأمور لم تنتهي بعد وبالتالي التركيز اللي احنا شايفينه عند اللعبين عند الجهاز الفني البشر إن شاء الله أن الفريق النهاردة يكون في كامل تركيزه ويحقق ثلاث نقاط مهمة جداً في هذه المواجهة بإذن الله من الأمور المهمة جداً يعني خلال برضو كابتن أيمان خلال حضرتك في الأفتة مهمة جداً فريق حرس الحدود المقرر طبعاً والمنتظر أنه يقيم ممر شرفي للنادي الآلي احتفالاً بتتويج النادي الآلي بالبطولة الأفريقية في الأفتة مهمة جداً لقيمة ومكانة تعكس قيمة ومكانة للنادي الآلي وأيضاً العلاقات الوطيدة اللي بتجمع ما بين النادي الآلي ومسؤولي حرس الحدود في الأفتة مهمة جداً تتمنى طبعاً أن نشوف طبعاً الروح الطيبة اللي دايماً بتجمع ما بين الفريقين في المواجهات السابقة تشوف ان شاء الله النهاردة أيضاً وجود الكابتن محمد ميكي مدير الفني في الجهاز الفني اللي تولى المهمة عاقب رحيل الكابتن أحمد أيوب وتركيزه على هميتها زي المباراة إن فريق الحرس خلاص ما عندهش حاجة يبكي عليها وبالتالي بقى متحفز إنه يلعب أمام النادر أهلي بكامل تركيزه طبعاً لجنة الحكام كانت اختارة طاقم تحكيم لزي المباراة قيادة الكابتن أمين عمر حكم الساحة هيعونه رمضان همداوي وإحمد عبد الغني حكم رابا محمد إبراهيم الدسوئي اتنين على تقنية ألفار مصطفى الشهدي وهيسم الشريف طبعاً يوم للنادر أهلي كابتن أيمن كان يوم اعتياد النهاردة اللعبون تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة العاشرة والنصف ثم فترة التدريب لمدة ربع ساعة كانت في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ثم تناول اللعبون وجبة الغداء في تمام الساعة السادسة ثم المحاضرة الفنية المستر بارسل كولر كانت في تمام الساعة السابعة عقب المحاضرة طبعاً بيبقى التحرك والتوجه إلى ملعب المباراة اللي بيبقى عن مقر إقامة فريق النادي الآلي بخمستاشر ردية كل توفيق لفريق النادي الآلي في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوي شكراً جزينا للزميل العزيز فاروق صلاح دعونا بقى نلحق أن نقول تشكيل النادي الآلي